السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نحاول فيها نحن بنرد على التعليقات قدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بنعتذر عن كل تعليق وكل استفسار لم يسعفنا الوقت في الرد عليه ما عليش سمحونا نبدأ حلقة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى وتعالى نشوف أول سؤال من أم محمد الغالي بتقول ما هي الفترة المحددة لأخذ مسبتات الحمل أنا نص السابع ولسه بخده للإجابة على هذا الاستفسار مهم جدا نحن نوضح لحضراتكم عدد من النقاط أول نقطة كل حامل مختلفة عن التاني وكل حامل في المرات اللي بتحمل فيها كل حامل ذات نفسه مختلف عن الآخر يعني لو أنا جبت مثلا سي مثلا جبت واحدة سعاد وجبت سلوى سعاد وسلوى مثلا عندها دي مشكلة في عنق الرحم اللي هي مثلا سعاد سلوى ما عندهاش مشكلة في عنق الرحم هنا ببقى خايف شوية من اللي عندها مشاكل في عنق الرحم من موضوع يعني انخفاض هرمون البريجسترون فالطبيب ممكن نكتب لها مثبت حامل أقوى شوية من سعاد اللي ما عندهاش مشكلة طيب يبقى دي فرق ما بين واحدة والتاني الواحدة بقى نفسها اللي هي مثلا هنمسك سلوى اللي ما عندهاش مثلا مشكلة سلوى حملت مرة أخدت مثبتات حمل وأطعتها مثلا عند السابع أو ما أخدتش مثبتات حمل خالص تاني مرة لقيت الدكتور كتب لها مثبت حمل تالت مرة لقيت ان المرة التالتة الدكتور كتب لها مثبت حمل قوي جدا والكمية بتاعته أقوى والاستمرارية بتاعته أطول شوية يعني قربت تولد ولسا بتاخده الموضوع متعلق بكل رحلة حمل بذاتها طيب عشان ما نبحرش كل واحدة لازم تعرف الحالة بتاعتها يعني لو واحدة مثلا بتولد قيصري أربع مرات دي ممكن الطبيب بيوصف لها مثبتات حمل عالية جدا 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 وما تفضل تاخدها لحد التاسع ليه لأن الجرح بتاع القيصريات المتكررة القبل كده بيبقى فيه خوف عليه في واحدة حمل لأول مرة ممكن الطبيب أصلا يقولها ما تخدش أي مثبت حمل فالموضوع ما هواش زي فكرة يعني الفيتامينات أو يعني ملوش موعيد محددة هي بتتوقف من حامل لأخرى والحامل نفسها كل حمل ممكن يكون مختلف عن اللي قبله نشوف سؤال تاني صاحبة حساب أحمد محمود بتقول أنا حامل في الشرق السابع وعندي تقل أسفل البطن ومغص بيروح وييجي مع قلم بالظهر رحت للدكتور في أول السابع قال لي جزء من المشيما نازل تحت هل الولادة ممكن تكون طبيعي ولا قيصري طيب لما المشيما تبقى نازلة تحت أول حاجة لازم تطلع أنا بتكلم هنا بقى في قصة إيه الولادة الطبيعية أول حاجة لازم الطبيب يمسكها اللي يفترض يعني هو فيه استثناء للقاعدة ولكن بالنسبة 99% أول حاجة الطبيب لازم يمسكها أثناء الولادة الطبيعية أول حاجة هتظهر إيه إيه رأس الطفل بعد كده بيحاول يطلع يتفوق وبعد كده بيطلع بقية جسمه وبعد كده بيشد الحب السوري ثم المشيما طيب لو حصل ولاة أن المشيما هي اللي بيتقابله الأول في الحالة دي في حالة أن المشيما نازلة ممكن تكون سدة العنق الرحم فلما هيحصل ولادة طبيعية أول حاجة هتقابله المشيما لو شد المشيما الأول العيل إيه العيل كده خلاص يعني هيبقى شكرا فلذلك في هذه الحالة لو كانت المشيما سدة عنق الرحم بتكون الولادة القيصرية هي الحل الأسلم عشان حياة الأطف وحياة الأم أيضا طيب سؤال من تيوليب بتقول أنا دخلت شهر التاسع والطبيبة قالت لي أن منطقة الحوض عندي دياء لذلك هناك احتمال كبير للولادة القيصرية لكن أنا أريد ولادة طبيعية فما هو الحل وهذا علي فعله أو ماذا علي فعله طيب لما حد الطبيب يقول له أنا عندك كذا لو صح كلام الطبيب يبقى فعلا الولادة القيصرية هي الأسلم طيب أنا عندي إجراء بس ممكن أعمله يمكن ينفع معي إيه هو؟ إن أنا أكشف عند طبيب تاني أو عند طبيبة أخرى لربما يكون هناك رأي آخر لربما يكون هناك رؤية أخرى وممكن يكون الطبيب ده اللي هو قال إن الحوض دايق أو الطبيب اللي قالت إن الحوض دايق ممكن تكون يعني بتاخد بالها قوي أو عايز أقول إيه؟ بتاخد احتياطاتها زيادة عن اللزوم فممكن يكون هناك رأي طبي آخر لو فحص حضرتك ممكن يقول لا إن الحوض عند حضرتك يسع فكرة الطفل وهو نازل وما فيش أي مشكلة الخوف بيبقى من إيه؟ الخوف من إن الطفل لما ينزل في قناة الولادة والدنيا دايقة يحصلوا زي فكرة الاختناق واحد بيمر من حتة دايقة جدا هيحصلوا يعني مشاكل صحية فلذلك الأسلم بتبقى الولادة القيصرية فالحل اللي أنت ممكن تعملين أنت تغيري الطبيب بس يعني تكسابي وقت وتغيري الطبيب عشان تشوفي كذا رأيي لو الطبيب الثاني قالك نفس الرأي روحي لطبيب الثالث ولو قالك نفس الرأي يبقى خلاص كده سليني أمرك لله وقدر الله ومشاءه فعلا طيب شهويات بتقول شكرا على المعلومات أشكرك شكرا جزيلا سؤالي بتقول أنا ولدت مرتين بعملية قيصرية وأنا الحامل وأنا الآن حامل في شهر الخامس ودكتورتي التي أثق فيها وولدتني في الولادات السابقة قالت أنها ستولدني طبعا قيصرية مع دخول الشهر التاسع بأيام فقط ممكن أعرف السبب علما أنني أتغذى جيدا وصحتي طبعا أتغذى جيدا وصحي وبتقول أولادي بيدخلوا أربعة كيلو أنا مش عارف هو السؤال بالتحديد هل هي ليه ولدتك الولادات السابقة ولدات قيصرية ولا بتسألي ليه هتولدك أول أيام في التاسع لو بتسألي هي ليه ولدتك ولادات قيصرية سابقة فهي تسأل الطبيبة في هذا الأمر ولها أسبابها اللي ممكن يعني مش بالضرور أنها توضحها للحالة بتاعتها ولكن لو لو هم بيتولدوا أربع كيلو أربع كيلو ما شاء الله يعني وزن كويس ومعقول ممكن يتولدوا طبيعي ولكن قد يكون مثلا هناك سبب ما مثلا زي فكرة الرحول دي طيب ليه هي هنا بقى هتولدك بدري لأن بيبقى فيه تخوف على الجرح الأديم طالما ولدت أكتر من مر بيبقى الطبيب وخاصة أنه لما يبقى طبيب أو طبيبة عرفاكي وعرفاء حالتك فبيبقى هناك تخوف لو استمريتي أكتر شوية في التاسع وفيه يعني جرح قديم فبيبقى بعض الأطباء خايفين شوية فبياخد الطريق الأسلم يقولك لا أنا هكسب لو أنا ولدتها أول التاسع بس الدنيا تمام بدل ما أنا أعد أستنى الشهر الكامل وممكن يحصل أن الجنين يكبر قوي ويبقى فيه شد على الجرح القديم وممكن تحصل مضاعفات وبعد كده أنا اللي هتلام في حاجة زي كده وهيلوموني الناس وهي هتلومني فبتاخد الطريق الأسلم في موضوع الولادة بسبب القيصريات المتكررة لما واحدة تولد قيصريات متكررة بيبقى تملي المرات اللي بعد كده بتبقى حبدة لو كانت بدر شوية في أول التاسع للسلامة طيب شكرا لحضراتكم وشوفكم إن شاء الله حلقة تانية السلام عليكم شكرا لحضراتكم